نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يضع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أجارني الله وإياكم من النار ومن أحوال أهل النار ومن غضب العزيز الجبار اللهم ربنا صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل في السر والعلن وعلموا إن من أبرز سمات أهل الحق ومطلب كل مؤمن بالله وهم كل داعية لا سيما في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإبتلاءات والفتن بكل أنواعها وتنوعت وسائل الإضلال والإفساد والمحن هو الثبات على الدين والحق المبين والثبات ضد الزوال وهو الدوام والاستقامة على الجادة ولزوم الصراط المستقيم من غير عوج ولا انحراف ومن أهم الأسباب للثبات على الدين كالآتي واحد الاستعانة بالله عز وجل والدعاء قال الله سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم والتوفيق بالصراط المستقيم هو التوفيق على الصراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ولا شك أن هذا هو صراط الله الذي يجب على المسلم أن يثبت عليه قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وقال الراسخون في العلم وحكى الله عنهم ذلك في القرآن الكريم يقولون ربنا لا تزق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اثنين القرآن الكريم قراءته وحوذه وتدبره قال الله سبحانه وتعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا لأن القرآن يجتمل على الترغيب والترهيب والوعد والوعيد قال الله سبحانه وتعالى نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم فمن وقف في الوعد والوعيد ثبت على دين الله سبحانه وتعالى أن سماع القرآن يزيد إيمان العبد كما قال الله سبحانه إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم وعلى ربهم يتوكلون القرآن الكريم يعالج أمراض الشبهات والشهوات التي يروجها المبطلون في هذا الزمان ثالثا قراءة السيرة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والقصص في القرآن الكريم قصص القرآن عبرة كأصحاب الأخدود وقوم موسى عليه السلام مع فرعون فإنهم ثبتوا على دينهم مع الإبتلاعات وآخيرا في السيرة لو تدبرناها لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالشاعر والمجنون وبالساحر والكذاب واتهم أنه سفها أحلام آبائه فإنهم صلى الله عليه وسلم لم يبالي بذلك بل ثبت على دينه حتى أتاه الياقين أقولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم تقريبا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة 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 نانسي قنقر فقط مرحبا ثماتو بتطبيق ميسيطة لا بتاقل معضية لأنهم يحبونها لأنهم يحبونها ها يحبونها احبونها احتجب أن يحبونها ان يحبونها وفضل يجب أن يستotchر أنه يجب أن تتعرفونها وفضل لك وفي أنك حدث أفراد إتحابي فعليا فعليا ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر